ربما تكون عودة البرلمان البريطاني المنتظرة للانعقاد واحدة من أهم العودات في تاريخ بريطانيا فقرار تعليق عمل مجلس العموم أربكى كل الحسابات وفي خطوة استباقية قال رئيس حزب العمال المعارض جيرمي كوربين إنه سيقدم للبرلمان فور عودته مشروعا لإيقاف الخروج دون اتفاق مؤكدا أن حجب الثقة عن حكومة بوريس جونسون خيار مطروح أيضا نحن ندعم جميع التحركات في مجلس العموم غدا والتي آمل أن تحقق موقفا يمنع الحكومة من إخراجنا بدون صفقة أعتقد أن هذه أولوية كما أن التصويت على حجب الثقة عن الحكومة موجود على الطاولة نريد انتخابات عامة إن عقاد البرلمان لمدة أربعة أيام فقط قبل تعليقه واختلاف مواقف تكتل المعارضة من دعم جيرمي كوربين لاعتلاء منصب رئيس الوزراء بشكل مؤقت يزيد من صعوبة نجاح خيار حجب الثقة عن الحكومة جونسون هو طبعا يبقى لديه أوراق القوة لأنه حصر البرلمان في فترة زمنية محددة وقصيرة أيضا لا يستطيع البرلمان بأعضائه حوى جبهة المعارضة إذا ما يعني صحة التسمية أن يستعيدوا كل ما يمتلكون من عوامل قوة من أجل مواجهة السيد جونسون قوة بوريس جونسون الحالية أمام منافسيه لا تعني استسلامهما فبحسب قواعد البرلمان يحق للنواب أن يطلبوا عقد جلسة نقاش طارئة كما وعد زعماء المعارضة بتشكيل مجلس عموم بديل إذا عطل البرلمان استنادا على مرجع تاريخي عقد من خلاله النواب اجتماعهم في قاعة أخرى بعدما دمر القصف الألماني غرفة اجتماعات مجلس العموم خلال الحرب العالمية الثانية المعارضة والحكومة تحاولان تقوية مواقفهم بالعودة إلى الإجراءات السابقة في القضايا المماثلة صراع سياسي ملتهب ملامح نتائجه ستحدد على الأرجح قبل تعليق البرلمان عمر بشير قناة الغد لندن اشتركوا في القناة